جمعية الخالدية الشبابية مركز ماجد الزياني لتحفيظ القرآن في مسابقة هي الأولى من نوعها حملت اسم تحدي القراءة تشجيعاً للطالبات ولحثهن على رفع مستوى الفهم لديهن في الأمور الدينية مسابقة للقصص النبوية تشجع الطالبات تتري مناهجنا تنمي عقولهم تساعدهم على الإبداع وتحكس هذه السيرة النبوية تحكس سلوكياتهم في الحياة في ظل مبادئ اللي هو ديننا الحل جاءت فكرة المسابقة أننا نتعاون مع مركز موجد لتدريس الزياني بتديننا فكرة المسابقة أننا نوزع للأطفال القصص ونعين لجنة التحكيم بتعاون مع مكان ننظم في هذه الفعالية فابتديننا توزيع القصص على الأطفال والمشاركين بالتعاون مع مركز موجد هذه المسابقة والتي أقيمت على مدار أسبوع كامل قرأت كل طالبة قصة وعاشت تفاصيلها في مخيلتها بشغف وحركت بداخلهن الرغبة الحقيقية لتدبر معاني تلك القصص المرتبطة بكتابنا الحكيم وما يحمله من رسائل ومواعظ كرت المسابقة وايد عجبت لي وبالذات أن أنا يعني قاعدة أحفظ القرآن والقصص النبوية فيها وايد أشياء تسهل علي حفظ القرآن أنا وايد مستنسة لأنني شاركت في هذه المسابقة هذه المسابقة وايد بتسهل علي حفظ القرآن وقرأته المسابقة وايد حلوة واستفت وايد من القصة لأن علمتني وايد عن قصص عن الأنبياء حبيت هذه المسابقة لأنها فيها فكرة التنافس وش اسمها المنافسة يعني تشجع الناس أنهما يقون خوفهم فتيات متميزات نذرنا أنفسهن لحفظ القرآن الكريم وتدبر علومه من خلال التجمع والقراءة في أماكن مختلفة كانت حاضنة لفكرة المسابقة لتخرج كل واحدة منهن قدراتها في سباق تحدي القراءة خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين